بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC مع كورس استخدام الشموع اليابانية مع مختلف أساليب التحليل الفني عنوان محاضرة اليوم كيفية استخدام نماذج الشموع اليابانية مع الفوليوم ولكن ما هو المقصود بالفوليوم وكيف يتم التداول من خلاله باستخدام الشموع اليابانية مؤشرات الفوليوم هي مؤشرات قوية جدا في التحليل الفني ولها قدرة رهيبة في معرفة أحجام التداول التي تفتتح بها جلسة معينة وبناء على هذه المؤشرات يستطيع المتداول التنبؤ بالمناطق المناسبة لتواجد الفرص الناجحة في دخول الصفقات فيه نقطة مهمة جدا في هذا التعريف يجب الانتباه إليها وهي أن مؤشرات الفوليوم بمختلف أنواعها لديها القدرة على معرفة أحجام التداول ولكن لا تملك القدرة على تحديد الاتجاه في أي مصار سوف يتحرك ولذلك فعند التحليل ودخول الصفقات سوف نستخدم معها نماذج الشموع اليابانية وبعض الطرق الأخرى حتى نستطيع استنباط الاتجاه وفي نفس الوقت نستفيد من هذه المؤشرات بشكل جيد ومفيد أكثر أنواع الفوليوم استخدامل الأول الفوليوم الأحجام والثاني الفوليوم بروفيل الفوليوم الأحجام هو في الشكل على اليمين بينما الفوليوم بروفيل في الشكل على اليسار وهذا المؤشر يحتاج إلى محاضرة مستقلة بذاتها اليوم بإذن الله سوف نقوم بشرح النوع الأول وهو volume الأحجام الموجود على اليمين من الأسفل وهو عبارة عن خطوط رأسية موجود على منصات التداول بينما volume profile موجود على منصات خاصة مدفوعة وهناك ست قواعد أساسية يجب أن يتذكرها المتداول عند استخدام volume وتعتبر كمسلمات لاستخدام هذا النوع من المؤشرات القاعدة الأولى مؤشرات volume تتنبأ بحجم التداول وليس الاتجاه volume يعطي المناطق التي يكون فيها حجم التداول كبير بسبب دخول العديد من المتداولين لكنه لا يعطي الاتجاه حيث أن الاتجاه لازم المتداول يستنبطه بطرق مختلفة أي أن كانت هذه الطرق سواء شموع يابانية أو أي مؤشرات أخرى القاعدة الثانية أن الأصل في مؤشرات volume هو أنه كلما زاد حجم التداول عبر ذلك عن زيادة في قوة حرك السوق أي أن زيادة حجم التداول في علاقة ترضية تزايدية مع قوة حرك السوق لكن في بعض الحالات يكون هناك تراجع في الوليم ومع ذلك يكون هناك زيادة في قوة تحرك السوق لكن العلاقة الترضية هي الأصل زي ما تكلمنا عن الدعوم والمقاومات يعني فيها السعر إذا تعدى مقاومة فغالبا ما هيزور مقاومة جديدة يعيد اختبارها هذا سلوك طبيعي للأسعار نفس الشيء بالنسبة للفوليم كلما يزيد حجم التداول المفروض أنه في المقابل تزيد قوة تحرك الأسواق القاعدة الثالثة عبارة عن معادلة رياضية بتقول أن زيادة حجم التداول مع تحرك في الأسعار يدل على استمرار الاتجاه الذي ينطلق بسبب الفوليم يعني الناس دخلت تتداول وفي نفس الوقت عندي الأسعار تحركت هذا غالبا يدل على استمرار الاتجاه الذي ينطلق بسبب الفوليم لأن زي ما احنا عارفين أن الفوليم يديني المناطق اللي ممكن السعر ينطلق منها فإذا صاحب هذه المناطق تحرك في الأسعار فإن السعر سوف يتحرك في هذا الاتجاه الذي انطلق به الفوليم القاعدة الرابعة وهي أيضا عبارة عن معادلة رياضية بتقول نقصان حجم التداول مع تحرك في الأسعار هذا يدل على انعكاس قريب ومحتمل يعني مثلا إذا كان السعر صاعد فيه زخم لكن الفوليم في حال التناقص وتراجع هنا بيكون عندي إشارة أنه ممكن يحصل انعكاس عشان كده في البداية لما قلنا أن الأصل في مؤشرات الفوليم أنه كلما زاد حجم التداول زادت قوة تحرك السوق لكن قلنا أن ده هو الأصل فيها ولكن ليست دائما أن تكون بهذا الوضع على أساس أنه لكل قاعدة شواز لأنه أحيانا بيكون عندي تحرك في الأسعار وفيه نقصان في حجم التداول دي حاجة لازم نكون وقدين بنا منها ونكون عارفين أن ديه من بين القواعد الأساسية لتكون الفوليم وممكن تدل على انعكاس قريب ومحتمل القاعدة الخامسة من قواعد تكون الفوليم في صورة معادلة رياضية منطقة دعم مع نقصان حجم التداول بيساوي إشارة انعكاسية صعود أو هبوط ده معناه أنه إذا كان عندي منطقة دعم وصل عندها السعر ومع ذلك فيه نقصان في حجم التداول فهذا يدل على إشارة انعكاسية وصعود مرتقب يعني بيكون عندي السعر فيه زخم نازل وبعدين يوصل لمنطقة دعم فعندي احتمالية أنه يكون فيه انعكاس في هذه الحالة القاعدة السادسة عبارة عن أيضا معادلة رياضية بيكون عندي منطقة مقاومة وكمان عندي نقصان في حجم التداول هذه أيضا إشارة انعكاسية ممكن ييجي بعدها هبوط يعني مثلا عندي سعر صعود فيه زخم لا بأس به وصل إلى منطقة مقاومة ولكن الفوليوم حصل فيه تراجع فهذا أيضا يدل على انعكاس محتمل بعد وصوله إلى المقاومة وبكده يبقى خلصنا القواعد الستة التي ينبغي أن يلتزم بها كل متداول حابب يشتغل بمؤشر الفوليوم بعد إدراج مؤشر الفوليوم بيكون بهذا الشكل الموضح هذا المؤشر يحتوي على بعض العناصر الاساسية وهي اللون وطول العمود والشكل العام للفوليوم يعني مثلا إذا أخذنا هذه المنطقة عندي مثلا هذا العمود باللون الأحمر وهذا العمود باللون الأغدر كل لون له دلالة معينة وكمان عندي طول العمود هتلاقي هذا العمود أطول من اللي قبله وكمان لو بصيت على الشكل هتلاقي أن شكل الفوليوم في هذه المنطقة عامل زي الجبل يبقى هي دي الحاجات التلاتة اللي أنا هبصلها لما استخدم مؤشر الفوليوم اللون يعبر عن زيادة أو تراجع أحجام التداول يعني كل عمود بالفوليوم يقابل شمعة على الشرط على أي فريم سواء على الديلي أو الأربع ساعات أو أي فريم كل عمود يقابل جلس التداول إذا كان لون العمود بعد إغلاق الشمعة باللون الأغدر زي اللي قدامي ده في هذا المكان هذا يدل على زيادة في حجم الفوليوم أي زيادة في حجم التداول وليس اتجاه صاعد نفس الشيء بالنسبة للون الأحمر اللون الأحمر يدل على أنه فيه تراجع في الفوليوم أي تراجع في حجم التداول لكنه لا يدل على أن الاتجاه هابط أو أن البائعين هم الكسبانين أنا مركب على هذه النقطة عشان فيه كتير من المتداولين يخطئ في هذه الجزئية ويكون متخيل في الفوليوم أن اللون الأغدر يدل على صعود الاتجاه واللون الأحمر يدل على هبوط في الاتجاه طبعا الكلام ده في مؤشر الفوليوم خطأ وغير صحيح الفوليوم ليس له علاقة بالاتجاه الفوليوم مسؤول فقط عن المناطق التي يكون فيها حجم تدول كبير والتي يكون فيها المستثمرين دخلين بصفقات كبيرة وأيضا ليس لديه القدرة على توضيح مدى نجاح هذه الصفقات هل هي كانت في صارح المشترين أم البائعين هو يدل فقط على حجم التداول وليس على النتيجة النهائية للتداول في هذه المنطقة سواء بالمكسب أو بالخسارة إذن مؤشرات الفوليوم تدلني على حجم التداول الكبير وتخليني أطلع على بعض الأسعار اللي بناء عليها أعتمد على بعض الأسليب التي سوف نشرحها والتي من خلالها نستطيع دخول الصفقات سواء بالبيع أو بالشراء إذن اللون يعبر عن ازدياد في حجم التداول أو تراجع في حجم التداول وليس له أي علاقة بالاتجاه هذه هي القاعدة الأولى في مؤشر الفوليوم الحاجة الثانية هي طول العمود إذا كان العمود طويل بهذا الشكل في المكان اللي عليه شكل بيضاوي رقم واحد هذا يدل على وجود حجم تداول عالي أما إذا كان العمود قصير بهذا الشكل شكل اتنين فهذا يدل على وجود حجم تداول ضعيف طيب فيه نقطة مهمة لازم المتداول يعرفها على هذا المؤشر هذا العمود رقم واحد لو بصينا على اللون هنلاقيه بيعبر عن تراجع في أحجام التداول لأنه باللون الأحمر بالنسبة للعمود اللي قبله اللي باللون الأخضر يعني المؤشر لما شاهد خلال هذه الشمعة الثانية حدث معنا أحجام تداول تعتبر كبيرة مقارنة بالمناطق السابقة لكنها تعتبر أقل الحجم من حجم التداول اللي كان موجود في الشمعة الخضراء اللي قبلها عشان كده إداني لون أحمر لكن طول العمود الأحمر ده أفضل في التعبير عن حجم التداول من العمود اللي بيكون لونه أخضر لكنه قصير يعني اللون الأحمر رقم واحد يدل على التراجع في حجم التداول لكن أنا إذا قرنت بين هذا العمود الأحمر وهذا العمود الأخضر رقم ثلاثة بإمكاني أن نحكم أن التداول في العمود رقم واحد أكبر من التداول عند العمود رقم ثلاثة على الرغم من أن العمود رقم واحد لونه أحمر إذن اللون يدل على زيادة أو تراجع في حجم التداول وطول العمود يدل على حجم التداول اللي موجود عندي في هذا المكان آخر شيء في شكل الفوليوم لاحظ معي في هذه المنطقة إيه؟ عندي صعود على الشرط لكن في المؤشر عند المنطقة به عندي تراجع في الفوليوم هذا التراجع إندل فإنما يدل على احتمالية الإنعكاس التي سوف تحدث في المستقبل إذن الشكل يديني معلومات حول حالة السوق من حيث الاستمرار أو الإنعكاس لكنها تكون محدودة جدا في هذا المؤشر والآن كيف يمكن استخدام نماذج الشموع اليابانية مع مؤشر الفوليوم وكيف يمكن التداول باستخدام هذا المؤشر بطريقة خليني أدخل صفقات منتظمة ومفهومة وليست عشوائية طيب مبدئيا كده عشان أستخدم مؤشر الفوليوم مع نماذج الشموع اليابانية لابد إن أنا أكون فاهم ثلاث حاجات رقم واحد لازم أكون فاهم المؤشر كويس وشروطه ومعنى اللون وطول العمود والشكل العام رقم اثنين لازم أكون فاهم وفاكر وهاضم جميع نماذج الشموع اليابانية سواء الإنعكاسية منها أو الاستمرارية رقم ثلاثة لازم أكون عارف إزاي أرسم الدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه وفقا للشموع اليابانية أفكرك إن إحنا في كورس التحليل الفني باستخدام الشموع اليابانية قلنا إن الزيل يعبر عن الدعم والمقاومة في الشموع اليابانية وبناء عليه نقدر نرسم المناطق الخاصة بالدعوم والمقاومات وخطوط الاتجاه بناء على ذيول الشمعات والآن يلا بينا نشوف مع بعض إزاي هنستخدم الشموع اليابانية مع الفوليوم أول شيء بعد إدراج الفوليوم نحاول نستخرج مناطق الدعم والمقاومة وكمراجعة بسيطة عليها هذه المنطقة المظللة باللون الأصفر تمثل منطقة مقاومة طب إزاي إحنا عرفنا أنها منطقة مقاومة في البداية عند رقم واحد ما كناش نعرف أن دي هتبقى منطقة مقاومة لكن لما السعر نزل ورجع تاني أعاد اختبار نفس المنطقة وارتد منها مرة تانية لأسفل أصبحت منطقة مقاومة نفس الشيء بالنسبة للدعوم بنفس الطريقة أنا رسمت منطقة الدعم باللون الأزرق الآن أنا كمتداول إيه اللي فاضل لي فاضل لي أن أنا أبحث على نماذج إنعكاسية عند مناطق الدعم ومناطق المقاومة مثلا في هذه المنطقة رقم إيه أنا عندي تقريبا نموذج هنجنجمان لكنه يعني إلى حد ما غير مثالي أو قد يحتاج بعض الشروط الإضافية عشان يتفعل ويحدث إنعكاس هنا بقى ييجي دور مؤشر الفوليوم طب إزاي هستخدمه بالتزامن مع هذا النموذج الموجود عند المنطقة إيه يعني لو كنت هتذاول تبعا لنموذج الهنجنجمان هاستنى لما يحصل إغلاق تحت الظل السفلي لشمعة الهنجنجمان وبعدين أدخل صفقة بيع بناء على المقاومة اللي حصل عندها نموذج إنعكاس ثم شمعة التأكيد التي أغلقت تحت الظل السفلي لشمعة الهنجنجمان طب أنا دلوقتي هدخل مؤشر الفوليوم لفلترة هذه الصفقة طب أنا بعد تشكل هذا النموذج محتاج أن أشوف على الفوليوم حجم تداول كبير يتزامن مع هذا النموذج الإنكاسي اللي حصل عندي لو بسط معي على هذا الخط الرأسي الواصل بين شمعة الفوليوم والشمعة التأكيدية لون شمعة الرجل المشنوق كان باللون الأحمر ثم تراجع من بعده الفوليوم إلى أن وصل إلى اللحظة التي تفعل فيها النموذج بالتزامن مع شمعة التأكيد صاحبها زيادة في الفوليوم وأصبح لون عمود الفوليوم باللون الأخدر أنا لما تكون عندي عمود لونه أخدر في منطقة الفوليوم بالإضافة إلى منطقة المقاومة اللي أنا كنت محددها بالإضافة إلى النموذج الإنكاسي في الشموع اليابانية هيكون دخولي بعد شمعة التأكيد أكثر احتمالية لنجاح صفقة البيع اللي أنا دخلتها على أساس أنه فيه زيادة في حجم التداول طيب هل الزيادة دي في الحجم لصالح البائعين ولا المشتريين من أين أعرف ذلك؟ أعرفه من الشمعة يعني مؤشر الفوليوم إداني معلومة أن فيه زيادة في حجم التداول في هذه المنطقة بناء على لون عمود الفوليوم الأخدر طيب الزيادة دي لصالح مين؟ لو بصدفه على الشرط هلاقي أن الزيادة دي لصالح البائعين من أين عرفت كده؟ من لون الشمعة اليابانية الحمراء الدبابية البيعية لأنها أغلقت أسفل ذيل شمعة الرجل المشنوق وبالتالي فعالت للنموذج وده معناه أن فيه تجار سوف يدعمون هذا الاتجاه الجديد اللي إحنا استنتجناه من خلال الشموع اليابانية طيب يلا بينا نشوف مثال كمان نعرف من خلاله إزاي أستخدم نماذج الشموع اليابانية مع مؤشر الفوليوم عند منطقة دعم على نفس الشرط عند المنطقة بيه عندي نموذج إنعكاسي أكيد كلنا عارفينه عندي شمع الدوجي ثم شمعة حاولت تغلق فوق ذيل العلوي لشمعة الدوجي عشان يتفعل لكنها فشلت وبعدين جت بعدها شمعة أخرى شرائية خضراء كان ممكن أدخل معها صفقة شراء طيب تعالوا نضيف مؤشر الفوليوم لهذا النموذج هلقيه هداني إشارة تديني ثقة أكبر في أغذي لهذه الصفقة الشرائية لاحظ معي الخط الرأسي الواصل بين شمعة الشراء اللي أنا دخلت معها وبين العمود الأخضر اللي موجود في الفوليوم هتلاقيه هتلاقيه من الأول خالص تشكل معي الدوجي في هذه المنطقة فكان هذا هو حجم الفوليوم تشكلت معي شمعة خضراء ثم ظل الفوليوم ارتفع وحيث أنه لم يحدث عندي إغلاق فوق الدوجي إذن أنا لم أتصرع في الدخول إلى أن وصلنا للشمعة الثالثة اللي أنا دخلت منها أغلقت فوق الذيل العلو لشمعة الدوجي فهذا سمح لي بالدخول بالشراء لكن اللي زود عندي الثقة في هذه الصفقة إن الفوليوم أعطى لي عمود أطول من اللي قبله باللون الأخضر وهذا يعني أن فيه ناس فعلا دخلين يشتروا وبقوة بس أهم حاجة عندي الاتجاه المتوقع هو الصعود أنا استنبضته من الشموع اليابانية وليس من الفوليوم يبقى ملخص الصفقة اللي فاتت دي أنا دخلت شراء بناء على أن السعر وصل إلى منطقة دعم وأن الشموع اليابانية شكلت لي دوجي وكمان أو شبيه الدوجي ودي تعتبر من النماذج الإنعكاسية والشيء الثالث اللي أكل دي احتمالية الصعود هو وجود فوليوم ارتفع بعد هذه الشمعة التأكيدية فأنا لما أدخل من هذا المستوى صفقة شراء احتمالية نجاحها هتكون قوية جدا إن شاء الله وما بعد كده لو تلاحظ السعر ارتفع في هذه المنطقة C هذا الارتفاع صاحبه انخفاض في الفوليوم عند المنطقة دي إحنا قلنا في هذه المحاضرة من ضمن قواعد الفوليوم إذا كان عندي تحرك للأسعار فيه زخم كما عند المنطقة C والشموع كبيرة يصاحبه في مؤشر الفوليوم عند المنطقة دي تراجع في أطوال الأعمدة على المؤشر هذا يدل على احتمالية إنعكاس قريب مع ملاحظة أن هذا الإنعكاس لن يحدث بشكل مباشر إلا أن الفوليوم بيقولي إن أحجام التداول بدأت تقل مع هذا الارتفاع في الأسعار اللي حصل عندي على الشرط كأن الفوليوم بينبهني إن ممكن يحصل معايا إنعكاس قريب على وشك الحدوث طيب لما وصلت الأسعار لمنطقة المقاومة عند إيه الشمع الخضراء أغلقت فوق منطقة المقاومة بشكل واضح بعدها تحولت منطقة المقاومة إلى دعم وكملت الأسعار الصعود إلى أعلى في هذه الحالة أنا مش متيقن الأسعار دي هتروح فين وكيف أتداول ظلم أنها فوق مستوى المقاومة اللي أنا كنت محددها من قبل أنا كده محتاج أتأكد أن هذه المقاومة أصبحت دعم قوي عشان أفكر بالشراء ولكن إذا رجع السعر تحت المقاومة فغالبا ما سيواصل الهبوط إلى أسفل طيب أنا في هذه المرحلة لو كنت بستخدم الفوليوم هيكون عندي الصورة في غاية الهضوح طيب تعالوا نحلل هذه الصفقة عند المنطقة دي اتشكل عندي نموذج ابتلاعي بعد تشكل هذا النموذج أول حاجة أنا موجود فوق مقاومة يعني عندي احتمال أن هذا النموذج قد يفشل إذا اصطدم بمنطقة المقاومة وتحولت إلى منطقة دعم طيب تعالوا نبص على وضع الفوليوم في هذه الحالة عشان نقدر نفلتر هذه الصفقة عند المناطق المصاحبة لتشكل النموذج هلأ إيه؟ لو رسمنا هذا الخط الوهمي الواصل بين الشمع الابتلاعية والعمود المقابل لها على الفوليوم في هذه اللحظة التي تفعل فيها النموذج حدث تراجع على الفوليوم لو هنستخدم الفوليوم لن ندخل مباشرة من عند مستوى الدخول اللي احنا قلنا عليه في الشموع اليابانية ولكن هنستنى حجم تداول واضح يدعم هذا النموذج الانعكاسي وندخل فيه وهو ده اللي ظهر معايا بعد كده في الشمع الموالية ذات حجم التداول وظهر ذلك بوضوح من خلال طول هذا العمود الأخضر الموجود على الفوليوم والذي يقابل شمع حمراء بيعية فيها حجم تداول كبير واضح من خلال طول هذه الشمعة يعني الصفقة من الأول عبارة عن نموذج ابتلاعي بيعي ثم الشمع الموالية للنموذج هي اللي كان فيها حجم تداول كبير يدل على أنه فعلا هذا النموذج عند المنطقة إيه نموذج قوي وله دلالة كبرى على عكس الاتجاه وبالتالي فيه احتمالية إنك تدخل من هذا المكان اللي موجود عنده كلمة ادخل بيع من غير أي مشاكل طيب أنا كيف استفدت من دمج الفوليوم مع نماذج الشموع اليمنية قدرت تعرف بالزبط فين المنطقة اللي كتير من المتداولين دخلوا بقوة يعني هذه الشمعة الحمراء الدبابية البيعية لو أنا بصيت تحتها على الفوليوم فقط على العمود الأخضر الطويل المقابل لها هعرف قدي إيه كان حجم التداول كبير بس أحب أكد أن هذا الحجم الكبير من التداول أنا مش هعرف منه الاتجاه رايح فين عشان أعرف الاتجاه لازم أرجع واستخدم الشموع اليابانية مع الدعوم والمقاومات كمان أحب أكد على أهمية الشموع اليابانية إنها بتديني الإشارة قبل أي مؤشر آخر الشموع اليابانية لو أنا أتقنتها كويس هقدر أطلع منها بإشارات قوية في دخول الصفقات سواء بالبيعي أو بالشراء أو الانتظار قبل أي مؤشر آخر واللي بيساعدك على كده شمعة التأكيد اللي بتيجي بعد النموذج هي اللي بتديني الإذن بالدخول سواء بالبيعي أو بالشراء إذن عند استخدامنا للفوليوم مع الشموع اليابانية هنختار نموذج إناكاسي ثم دعوم ومقاومات مع زيادة في حجم التداول مع ملاحظة إني مش هدخل صفقة بناء على إشارات الفوليوم أو لونها أو طول أعمدتها أو شكلها إنما أنا هستنى الإشارة الخضراء من الفوليوم يصاحبها نموذج إناكاسي طيب نشوف مثال آخر عند المنطقة F السعر تخطى منطقة الدعم السابقة ثم حاول إعادة اختبارها في هذا المكان هذه الشموع عند المنطقة F عملت لي تقريبا نفس الشكل الموجود عند المنطقة E طيب إزاي هقرأ هذه الشموع باستخدام الفوليوم بالنسبة للشموع عندي صعود في هذه المنطقة بينما على الفوليوم عندي في المنطقة اللي تحتها بالتزامن معها عندي تراجع في الأحجام فهذا إن دل على شيء فأنه يدل على احتمالية الإناكاس كما ذكرنا في القواعد السابقة أنا بعد كده مش عارف إيه اللي هيحصل لكن توقعي إن فيه احتمالية كبيرة للنزول لأن حجوم التداول في المقابل بتقل والسعر ارتفع بعض الشيء كده أبقى استخدمت نماذج الشموع اليابانية واستخدمت المؤشر واستخدمت الدعم والمقاومات بالنسبة لنموذج الشموع اليابانية عند المنطقة F لو تلاحظ عندي شمعة رجل مشنوق هنج جمان مع تراجع في الأسعار ففيه احتمالية كبيرة لنزول السعر طيب لو خدت مثال آخر لاحظ معي هذا الشرط نفترض أنا كمتداول حابب أدخل صفقات باستخدام الشموع اليابانية ومعها مؤشر الفوليام كيف سيكون شكل هذه الصفقة رقم واحد أحدد الدعوم والمقاومات وفقا للشموع اليابانية كما تعلمنا رقم اثنين بعد ما يوصل السعر لمنطقة مقاومة نحاول البحث عن نموذج شموع يابانية انعكاسية في هذه الحالة مثلا عند المنطقة رقم واحد اللي عندي اللي عليه شكل بيضاوي ده عندي نموذج Evening Star نجمة غير مثالية وفقا لهذا النموذج في إمكاني أن ندخل من عند هذا المستوى اللي مكتوب عنده ادخل بيع مفيش أي مشكلة كيف أنا عايز أفلتر هذه الصفقة باستخدام مؤشر الفوليام هو اللي هيديني أنسب مكان ممكن أدخل منه صفقة بيع لو بصينا على الخط الرأسي الواصل بين النموذج والعمود الأخضر على الفوليام هلاقي الشمعة اللي فعلت للنموذج نموذج نجمة المساء هي هي الشمعة اللي كان فيها زخن كبير بالتالي دخولي منها هو تأكيد لنموذج Evening Star لأنه جاء بعد منطقة مقاومة وجاء بعد حجم تداول مرتفع إذن خلاصة القول أنا بحتاج الفوليام فقط في نقطة الدخول هو ده الشيء الوحيد اللي أنا أحتاجه فيه طبعا نفس الكلام ممكن ينطبق على هذه المنطقة منطقة الدعم كل اللي إحنا قلناه على المقاومات ينطبق على الدعوم يعني مثلا هذا الجزء عند المنطقة رقم اثنين فيه نموذج ابتلاعي إذن أنا في إمكاني أتداول وفقا للشموع اليابانية وادخل صفقة شراء من هذا المستوى إذا افترضنا أن هذه منطقة دعم هيكون دخولي صحيح مفهوش أي مشكلة ولكن إذا أضفت إليه مؤشر الفوليام نتائجي هتكون أحسن وأفضل فبدلا من أن ندخل من هذه الشمعة ممكن أدخل من الشمعة اللي بعدها أو من اللي بعدها على أساس أن الفوليام بيقول لي أن حجم التداول في هذه الشموع أكبر وهذا الفوليام الكبير مصاحب لهذه الشموع الإنعكاسية يعني إشارة الشراء أو البيع هي الدعوم والمقاومات والذي يؤكد هذه الإشارة هو الفوليام أي حجم التداول وبكذا يبقى خلصنا محاضرة النهاردة إلى أن ألقاكم في المحاضرة القادمة لكم خالص تحياتي كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته